مستحدث اصطلاح الإعلام الجديد ويوظف للدلالة على ما يقابل ما صار مصنفا إعلاما تقليديا ومن التعاريف المتداولة للدلالة على هذا الإعلام الجديد وصفه بالبديل ويقصد به البديل عن التقليدي ونعته بالإعلام الاجتماعي وبما سوى ذلك من تلك الأسماء التي تدل على فضاءات اتصال وتواصل جديدة لم تكن موجودة قبل بضعة عقود حين كانت سيدة المشهد وسائل الإعلام التي صارت تسمى تقليدية ومنها الصحف الورقية والمجلات ومنها الإذاعة والتلفزيون في وقتنا الحاضر لا يمكن الإقرار بأن تلك التوصيفات تستوفي كل شروط الدقة فالصحف الورقية والمجلات صارت لها بوابات إلكترونية كما صار للإذاعات والقنوات التلفزيونية حضورا في فضاء الإنترنت ومع ذلك فإن من يدافعون عن ذاك التمييز بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي يرون أن الإعلام الجديد الذي يدعونه أيضا البديل جرد النخبة التي كانت تتحكم في مجال الإعلام وتهيمن عليها من تلك الحظوة التي كانت لها وجعل التحكم في وسائل الإعلام والتأثير في توجهاتها وصناعة مضامين صفحاتها وبواباتها في متناول العموم إن بالتفاعل أو بالنشر وقد يسر هذا التحول الكبير الانتشار واسع النطاق للحواسيب والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية وبقدر ما أتاح هذا التحول لشرائح واسعة إسمع أصواتها وإبداء آرائها وإيصالها إلى مدى لم يكن ليسعه الخيال قبل زمن ليس بالبعيد بقدر ما زج ذلك بمصداقية المعلومة المتداولة في نوع من التية وسائل الإعلام تلك التي صنفت تقليدية ظلت وهي تطور أدواتها متمسكة بالأداء المهني في التعاطي مع المعلومة من حيث التدقيق في مصادرها والتزام ما تمليه أخلاقيات مهنة الصحافة بيد أنه ومع استثناءات لا يمكن تجاهلها صار الفاعلون ضمن مجال الإعلام الجديد ذاك الذي يعرف أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي لا يقيمون وزنا للأخلاقيات التي تحكم الممارسة الصحافية ولا للقوانين ذات الصلة فتراهم وقد صار كثيرون منهم يعدون أنفسهم صحافيين ينشرون الشائعة والأنباء الكاذبة الزائفة ويتفننون في إلباسها جلباب الحقيقة المسلم بها منهم من يتعمد ذلك وكثير منهم يفعلون وهم لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر